بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أعزائي طلبة الصف الثامن أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله سنقوم في هذا المقطع إن شاء الله بشرح درس رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء في السنة السابعة للهجرة الجزء الثاني بداية نعرفكم أعزائي الطلبة بأهداف هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب نهاية الدرس أولا أن تلخص أحداث مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء ثانيا أن تحلل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والآن سأذكرك عزيز الطالب بالملوك الذين رسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد رسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة ملوك أولهم النجاشي ملك الحبشة ثانيا هرقل عظيم الرومي في الشام ثالثا كسرى ملك الفرسي في العراق رابعا المقوقس ملك مصر خامسا المنذر بن ساوى ملك البحرين وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد راسل غيرهم من الملوك والأمراء وقد قمنا عزيز الطالب في الجزء الأول من هذا الدرس ببيان تفصيلي لأحداث مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم مع الملوك والأمراء وسنقوم الآن بتلخيص تلك الأحداث في جدول ليسهل عليك حفظ هذه التفاصيل والآن عزيز الطالب سأضع بين يديك ورقة عمل لتقوم بحلها فقم بإيقاف الفيديو وأحضر ورقة وقلما وقم بعمل جدول مثل هذا الجدول الذي أمامك وحاول أن تقوم بتعبئته مستعينا بكتابك وذلك لنلخص أحداث مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم مع الملوك والأمراء والمطلوب منك هو كتابة اسم الدولة التي راسلها النبي صلى الله عليه وسلم بجالب اسم الملك كما هو موضح أمامك وكذلك اسم الصحابي الذي قام بحمل الرسالة وموقف الملك من الرسالة التي أرسلها له النبي صلى الله عليه وسلم علما أنني سأقوم بحل هذا الجدول بعد قليل إن شاء الله والآن أشكر جميع الطلبة الذين قاموا بحل ورقة العمل وإليكم أعزاء الطلبة حل هذه الورقة نبدأ أولا بالملك النجاشي فإن الدولة التي كان فيها هي دولة الحبشة وهي ما يعرف بإثيوبيا حاليا أما الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فهو عمر بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وكان موقف الملك النجاشي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه احترم الكتاب وكرم المبعوث أما هرقل عظيم الروم فقد كان في الشام والصحابي الذي أرسله له النبي صلى الله عليه وسلم فهو دحية الكلبي رضي الله عنه وكان موقف هرقل عظيم الروم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكنه لم يسلم وأكرم المبعوث أما كسرى عظيم الفرس فقد كان في بلاد فارس وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان موقف كسرى من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزق الرسالة فدعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وأما المقوقس ملك مصر فقد كان في مصر وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي حاطب ابن أبي بلتعى رضي الله عنه وكان موقفه من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الرسالة وأكرم المبعوث وأرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه أسلم وأما المنذر بن ساوى ملك البحرين فقد أسلم وأقر على إمارته والآن بعد أن تعرفت عزيز الطالب على أحداث مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء هل يمكنك الإجابة على هذا السؤال؟ السؤال يقول املأ الجدول التالي بما يناسبه قم عزيز الطالب بإيقاف الفيديو ثم حاول أن تجيب عليه من حفظك ومما فهمته من الدرس أحسنتم بارك الله فيكم نبدأ بالسطر الأول فالملك النجاشي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري وكان ملكا على الحبشة وموقفه من الرسالة أنه احترم الكتاب وأكرم المبعوث أما الصحابي دحية الكلبي فقد أرسل إلى أحسنتم هرق العظيم الروم وكان موقفه أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولم يسلم وأكرم المبعوث أما الذي مزق الكتاب ولم يسلم فهو كسرى عظيم فارس والصحابي الذي أرسل إليه هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أما حاطب بن أبي بلتع فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر في مصر وقد قبل الرسالة وأكرم المبعوث وأرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه أسلم والآن سنقوم أعزاء الطلبة بتحليل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لنستنتج منها مميزات الخطاب الدعوي الإسلامي وسأضع بين يديك عزيز الطالب رسالة من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لنستخلص منها تلك المميزات وإليك نص هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله أسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك ولو تأملت عزيز الطالب العبارات التي تحتها خط أحمر هل تستطيع أن تعرف منها ميزة من مميزات الخطاب الدعوي الإسلامي نعم أحسنتم تدل هذه العبارات على تعظيم الله عز وجل والبدء بذكره إذن أول هذه المميزات هي تعظيم الله عز وجل والآن تأمل العبارة التي تحتها خط أزرق لتستنتج منها ميزة من ميزات الخطاب الدعوي الإسلامي هل عرفتم أعزاء الطلبة تلك الميزة؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم إنها مرعاة أحوال المخاطبين واحترامهم وإنزالهم بمنازلهم فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الملك النجاشي بكلمة عظيم الحبشة فقد احترم النبي صلى الله عليه وسلم مكانته وذلك تأليفا له للدخول في الإسلام واحتراما لمكانته إذن ثاني هذه الميزات هي مراعاة أحوال المخاطبين والآن تأمل عزيز الطالب العبارة التي تحتها خط أخضر لتستنتج منها ميزة أخرى من مميزات الخطاب الدعوي الإسلامي هل عرفتم أعزاء الطلبة تلك الميزة؟ نعم أحسنتم إنها الدعوة إلى الله عز وجل بالحسن والحوار الهادئ ولو تأملت عزيز الطالب لوجدت ميزات أخرى في هذا الخطاب الكريم حيث تميز كذلك بالوضوح والاختصار والبلاغة وغيرها من المميزات العظيمة وإليك الآن عزيز الطالب ملخصا لمميزات الخطاب الدعوي الإسلامي الذي استنتجناه من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء وأول هذه المميزات تعظيم الله عز وجل وذلك من خلال البدء بالبسملة وجعل اسم الله فوق اسم النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه ثانيا مراعاة أحوال المخاطبين وذلك من خلال تسمية كل رئيس دولة بمنصبه ثالثا الدعوة إلى الله عز وجل بالأسلوب الحسن وذلك من خلال الحوال الهادئ والمختصر الواضح والآن أجب عزيز الطالب على هذا السؤال أذكر ثلاث صفات للخطاب الدعوي الإسلامي من خلال رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والملوك نعم أحسنتم بارك الله فيكم أولا تعظيم الله عز وجل ثانيا مراعاة أحوال المخاطبين ثالثا الدعوة لله عز وجل بالأسلوب الحسن بارك الله فيكم ومع مجموعة طيبة من طلبة الصف الثامن سنقوم أعزاء الطلبة بهذا النشاط إليكم أعزاء الطلبة أربع بطاقات مرقمة كل بطاقة تحمل سؤال والمطلوب منكم أعزاء الطلبة اختيار رقم من هذه الأرقام ثم الإجابة على سؤال البطاقة ونبدأ مع الطالب عبد الله عبد الله لو سمحت اختر رقما من هذه الأرقام البطاقة رقم أربع إن شاء الله إذن البطاقة الرابعة لنرى ما هو سؤال البطاقة رقم أربع عبد الله سؤالك يقول ما موقف كسر عظيم الفرس من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مزق الرسالة فدعى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يمزقوا كل ممزق أحسنت بارك الله فيك طب يا عبد الله لو سألتك من هو الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عبد الله بن حذاف السهم أحسنت ممتاز بارك الله فيك إذن يا شباب كان موقف كسرى عظيم الفرس من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزق الرسالة فدعى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمزقوا كل ممزق والآن نعود إلى صفحة البطاقات ومع طالب آخر وسؤال آخر حياك الله الطالب خالد اخترق من يا خالد من هذه الأرقام الأربعة بطاقة رقم اثنين إن شاء الله سؤال البطاقة رقم اثنين خالد سؤالك يقول من هو الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى النجاشي عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أحسنت بارك الله فيك أحسنت إذن الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى النجاشي هو عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه ولو سألتك يا خالد ما موقف النجاشي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم احترم الكتابة وكرم المبعوذ أحسنت أحسنت بارك الله فيك والآن مع الطالب عبد الرحمن ليختار لنا رقما من هذه الأرقام الأربعة اختر رقما يا عبد الرحمن بطاقة رقم ثلاثة إن شاء الله لنرى سؤال البطاقة رقم ثلاثة عبد الرحمن سؤالك يقول ما موقفه رقل عظيم الروم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي حق ولم يسلم أكرم المبعوث أحسنت بارك الله فيك ولكن حينما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت نصلي عليه إذن كان موقفه رقل عظيم الروم أنه علم أن النبي حق ولم يسلم وأكرم المبعوث طب يا عبد الرحمن لو سألتك هل تعلم من الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إله رقل هل تعرفه دحية الكلبي رضي الله عنه أحسنت بارك الله فيك إذن الصحابي الذي أرسله النبي إله رقل هو دحية الكلبي والآن مع طالب آخر وهو الطالب راشد يا راشد لو تكرمت اختر رقما من هذه الأرقام رقم واحد إن شاء الله لنرى سؤال الرقم واحد راشد سؤالك يقول اذكر ثلاث صفات للخطاب الدعوي الإسلامي من خلال رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء أولا تعظيم الله عز وجل ثانية مراعات أحوال المخاطبين ثالثا الدعوة إلى الله بالحسنة أحسنت أحسنت بارك الله فيك إذن يا شباب صفات الخطاب الدعوي الإسلامي من خلال رسائل النبي صلى الله عليه وسلم يتضح في هذه الثلاث نقاط أولا تعظيم الله عز وجل ثانيا مراعات أحوال المخاطبين ثالثا الدعوة لله عز وجل بالأسلوب الحسن بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا تاما نشكر لكم أعزاء الطلبة حسن المتابعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك